في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيدلس من توقيف شخصين بتهمة جناية وضع النار في أموال مملوكة للفاعل أدت إلى الإضرار بالغير تعود حيثيات القضية إلى قيام أحد المواظنين بالاستعانة بشخص وإضرام النار في الأحراش لغارة تعالية الأرض واستصلاحها بمنطقة البهالين الواقعة ببلدية دلس إلى أن العوامل الطبيعية من رياح وحرارة الجو ساهمت في انتشار الحريق إلى غابة سالة العروسة ثم إلى غابة أعفير مركز بعد إخماد الحريق من طرف مصالح الحماية المدنية والقيام بالمعاينات الأولية من طرف خلية شرطة العلمية والتقنية تم تحديد بؤرة اندلع النار وتسجيل خسائر مادية بمساح 2 هكتار من أشجار الكاليتوس والزيتون أحراش غابية أيضا بيت بلاستيكي مستغل في تربية الدواجن ونفوق حوالي 500 دجاجة تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من مجرية التحقيق